سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الآية المباركة ترشد إلى قضية عقلية وهي أنه ليس للإنسان أن يحكم على أي أمر بالنفي أو بالإثبات إلا بدليل وحجة فكما لا يصح لنا أن نعمل بأي حديث إلا إذا أثبتت حجيته كذلك ليس لنا أن نحكم على أن الحديث مكذوب إلا إذا دل دليل واضح على كونه مكذوبا ومن هنا موضوع حلقة الليلة أثر الإسرائيليات في التراث الإسلامي وكما هو معلوم اختلط اليهود في المدينة المنورة بالمسلمين وبعضهم دخل الإسلام إما نفاقا وإما عن قناعة فنتيجة هذا الإختلاط روى الصحابة عن اليهود بعض الروايات ودخلت ضمن كتب الحديث والدور لمتأسلمة اليهود والنصارى كذلك في تراث المسلمين وهناك من برز لهم دورهم الرامي إلى نسب الأحاديث التي توافق أهواءهم وعقائدهم السابقة إلى الإسلام وقد اشتهر من بينهم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله كعب القرضي وعبد الله بن سلام وفي عهد عمر بن الخطاب كعب الأحبار ووهب بن من به ولئن كان الأولان أقل خطرا لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان بين ظهرانيهم فلم يكن ليسكت عما قد يأتي به هؤلاء فإن الأخيران قد وجد الفرصة سانحة في ظل غياب صمام الأمان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والمفارقة أن طاه حسين في كتابه الفتنة الكبرى هو الذي يقول إن خصوم الشيعة أيام الأمويين والعباسيين بالغوا في أمر عبد الله بن سبأ ليشنعوا على علي وشيعته فيرد بعض أمور الشيعة إلى يهودي أسلم كيدا بالمسلمين كما يروي الكلين في الكافي عن الإمام الباكر عليه السلام الله أنه كذب كعب الأحبار الذي كان يقول أن الكعبة المشرفة تسجد كل صباح لبيت المقدس فكعب الأحبار يريد أن يظهر أن الأصل هو بيت المقدس فكذبه الإمام الباكر سلام الله عليه فما هي إذن الإسرائيليات وما أقسامها وكيف دخلت التراث الإسلامي ومن أدخلها وكيف أجازها بعض الصحابة وهل دخلت الإسرائيليات التراث الإمامي وما هو موقف الإمامية من أئمة وعلماء تجاه الإسرائيليات أجوبة هذه الإشكاليات مع سماحة الشيخ القاضي محمد كان عن باسمكم مشاهدين العزاء ورحبوا بضيفي العزيز السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لقد أظهر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله على المشركين وغيرهم في جزيرة العرب وسجل الدين الإسلامي أسرع وأرقى حالة انتشار خلاقة خلال نيف وعشرين من الأعوام بالرغم من المحاولات الدائمة لإطفاء نور الله تعالى تارة بالحرب المباشرة وأخرى بالكيد الداخلي وثالثة بمحاولات التصفيات الجسدية للنبي صلى الله عليه وآله ومن معه من المخلصين وليس عبثيا أن تختار هندو بنت عتبة أحد ثلاثة هدفا لحربة وحشي إما محمد وإما علي وإما الحمزة صلوات الله وسلامه عليهم ولعلها بذلك نطقت عن منهج مدرسة استهدافية لرموز كانت تراها عقبة أمامها في سبيل إعادة هيمنتها الفكرية ومن ثم في جميع المجالات وكان أن مكروا ومكر الله والله خير الماكر ثم ما لبث المحاربون أن أدركوا عقم المواجهة المباشرة فلجأوا إلى الكيد الداخلي ولم يتوانى هؤلاء عن استعمال أي وسيلة في سبيل ذلك وطبيعي في مثل هذه الحالة أن تكون كل الوسائل مشروعة أن تكون كل الوسائل مشروعة هنا وجدنا دورا بارزا للكفار من أهل الكتاب أقول للكفار لأن ثمة من أهل الكتاب من لم ينقرد في أي مشروع تخريبي إن لم نقل إن بعضهم علم أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله هي دعوة حق فآثر المهادنة لكن قسما كبيرا أبرم فيما يبدو تحالفا مع الفئات المنافقة والتي في قلبها مرض والذين كان الدين لعقا على ألسنتهم وغيرهم من المترديات والنطائح الذين يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق ساهم في ذلك جملة من الأمور منها على سبيل المثال للحصر أن أهل الكتاب كان لديهم قاعدة دينية ثابتة تستند إلى ما بين أيديهم من كتب فللنصار إنجيلهم ولليهود كتبهم من التوراة وشروحاته وما سبقه من أسفار ومزامير وصحف وصحيح أن يد التحريف طاولت كثيرا من تراثهم بيد أن ذلك لم يخرجهم إلى الفوضى الشاملة التي كانت تجتاح الوثنية التي لم تتحرج في صناعة آلهة من تمر إذا ما جاعت أكلتها أو ما استسهلته من عصبية صنمية بحيث بات لكل قبيلة أو حي لدى العرب فروعا خاصة للأصنام هذا الأمر جعل من أهل الكتاب يتحركون وفق قواعد ثابتة راكمت لديهم الخبرة في التعاطي الآن والاستراتيجي مع الأمور ومنها أن العرب المشركين كانوا منبهرين بعلوم الكتاب فلم يكن لهم حظ من علم أو معرفة غاية ما لديهم أنهم شكلوا ظاهرة صوتية عبر القصائد والأشعار التي عبروا فيها عن خيالات بدوية استمدت من طبيعتهم أو استمدت من طبيعتهم بعضا من قساوتها حتى غدوا يستفتحون على أهل الكتاب بنظرة التلميذ إلى معلمه وقد تأصل الشعور بالدونية لديهم وورثوه جيلا عن جيل وبقيت آثاره في النفوس والعقول حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله بل حتى في أواخر بعثته الشريفة في المدينة المنورة لحيث استمر بعض الصحابة يترددون على مدارس اليهود التي كانوا يسمونها الماسكة وبلغ الأمر حدا أن اقترح أحد الصحابة على النبي أن يأتيه بترجمة لبعض التوراة من أخ له يهودي من قريضة ليتلوه عليه في الوقت الذي كان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله يتمعر غضبا وحنقا حتى أطلق كلماته المجمعة عليها وبعضها قوله أمتهوكون أنتم لقد جئتكم بها بيضاء أو نقية بيضاء والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه إن هذا الواقع نجده قد ترك بصمة في صميم البنية الثقافية التي وصل بعض حملتها إلى السلطة مع ما يستتبع ذلك من قرارات أدت إلى تفشي الأحاديث المسمات الإسرائيليات وزخرت بها كتب المسلمين إلا من رحم الله تعالى حين قيض مدرسة أهل البيت عليهم السلام التي لعبت ولا زالت تلعب الدور الكبير في تنقية وفلترة هذا التراث العظيم بين أيدينا ولقد شاع تدوين الحديث النبوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ودونه بعض الصحابة والرسول هو الذي صدرت منه الأوامر بذلك كما بينا في حلقات سابقة حتى أن الخليفة الأول قد كتب باعترافه خمسمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكنه لعلة ما عاد ومحاها بعيد وفاة النبي ولم تسمح السلطة بالتدوين إلا بعد مرور ما يرب على المائة عام فقط كان أتباع أهل البيت عليهم السلام من يدونون وفي أكثر الأحيان بشكل سري بل محكم السرية وعندما جرى الإفراج عن قرار التدوين كان المدخول في الروايات من الإسرائيليات قد بلغ شأوا بعيدا فأدرج في تلك المدونات ولقد صرح علي عليه السلام كما ورد في نهج البلاغة أنه لم تنضي فترة يسيرة على رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن الدين إلا رسمه وصرح بعض الصحابة أنه لم يعد يعرف مما كان على عهد رسول الله إلا القبلة أو الأذان للصلاة وليس يخفى على المتتبع أن مرسوما خطيرا صدر عن السلطة نصه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإذا كان ذلك كذلك فما نفع الأمة برسولها طالما كل ما يأتي به بني إسرائيل مسموح في الدين دون أي حرج ثم هل تتحرج السلطة من حديث نبيها ولا تتحرج من أحاديث صنعها كهنة اليهودية في مدارس الأحبار الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا كما وصفهم القرآن الكريم اللهم إلا إذا أولنا هذا الكلام الذي نسبوه للنبي فقلنا إن المقصود منه أن حدثوا بمثال ببني إسرائيل ولا حرج إذ أنهم لم يتركوا مثلبة إلا وخاضوا فيها وهو ما لا تلتزم به مدرسة السلطة لأنها أطلقت يد كعب الأحبار وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه وتميم الداري وغيرهم بل يمكن للمترصد أن يجد في بعض الزوايا أن مجموعة كبرى من هذه النماذج شكلت مجاميع علمية ثقافية عمودها الفقر القصص والأساطير وقد سمى أمير المؤمنين علي عليه السلام الأمور بمسمياتها حين قال في مفتوري به على النبي داود عليه السلام قال من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلته مئة وستين وهي حد الفرية على الأنبياء ولا نستطيع إلا أن نسجل وقفات عظيمة لبعض الصحابة في وجه تلك الموجة الساحقة التي اجتاحت الأمة في مفاصلها الثقافية الحساسة فهذا أبو ذرن الغفاري رضوان الله عليه لم يتحرج في محضر الخليفة الثالث أن تصدى لكعب الأحبار وضربه بالعصى قائلا له يا ابن اليهودية تعلمنا ديننا وفي حديث آخر متى كانت الفتية إليك يا ابن اليهودية فكان أن نفي الرجل ومات غريبا وتعزز موقع كعب الأحبار وأمثاله وزيدت فسحة الوقت لديهم لبث قصصهم حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بحصانة رسمية وكي لا نطيل عليكم سنأخذ في هذه الحلقة بعضا من النماذج التي تسربت إلى كتب الحديث والسيرة والتاريخ وللمشاهد الحصيف أن يقيس على ذلك الأمر الأول أحاديث التجسيم التي هي في صلب العقيدة اليهودية المحرفة حيث أثبت للرب تعالى يدا وأصابعا وقدما وساقا ووجها ونواجذا ومن تبعهم في النقل أولها على ظاهرها إلى أن آلت الأمور أن روى أبو هريرة عدة أحاديث أدرجها البخاري في صحيحه في ذيل قوله تعالى هل امتلأتي وتقول هل من مزيد أن الله تعالى يدخل قدمه اليسرى في النار نعوذ بالله من الغفلة وقد تنبه ابن خزيمة المتوفى في أواخر القرن الثالث إلى هذه الأنماط فألف كتابا من حوالي الأربعمائة صفحة أسماه التوحيد وإثبات صفات الرب جمع فيه طائفة كبيرة من هذه الأخبار ولا أدري إن كان ابن خزيمة يريد أن يبين موقفه بشكل موارب أم أنه يعتقد ببعضها لست هنا لأفند ذلك ولو عدنا إلى تاريخ الطبري على سبيل المثال لوجدناه يروي التالي حدثني محمد بن سهل بن عسكر حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد أنه سمع وهبا يقول إن السماوات والأرض والبحار لفي الهيكل وإن الهيكل على الكرسي وإن قدميه عز وجل على الكرسي وهو يحمل الكرسي وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه فسئل وهب ما الهيكل قال شيء في أطراف السماوات محدق بالأراضين والبحار كأطناب الفستق الأمر الثاني عقيدة الجابر التي يقول بها أهل الكتاب وخاصة اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولا قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوططان ينفق كيف يشاء وهذا ما ذكروه من أن الله بعد الخلق استراح ومهما فعل الناس فقد جرى ذلك بالقلم وبقضاء الله تعالى ومثله ما قاله المشركون وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ومثله ما رواه الطبري عن عباد بن الصامت أنه قال لولده يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلمة فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن وفي رواية أخرى أن الوليد بن عباد بن الصامت سئل كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت قال دعاني فقال أي بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب فقال يا رب وما أكتب قال اكتب القدر قال فجرى القدر فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد وحتما لا يستطيع أحد أن يتعلن بأن ذلك كتابة لعلم الله تعالى فإن أنفاض القدر واضحة أي تقدير الأمور والقائل بذلك يقع في مصيبة أخرى إذ عليه أن يبرر لنا إن كان المقصود مجرد علم الله فكيف علمه سبحانه قبل أن يجري به ذلك القلام الروايات هذه وأمثالها واضحة في أنها تجزم بأن المقدرة قد قدر وهو جار على رقاب العباد مجبورون عليه وبذلك يبطل الثواب والعقاب ولا يعود للآيات الدالة على الاختيار المتاح للبشر أي معنى كقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب الأمر الثالث الذبيح الذي نقل الطبري وغيره أنه إسحاق وليس إسماعيل عليهما السلام وقد وردت الرواية كالتالي عنده عند الطبري أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمر بن سفيان بن أسيد بن جاري الثقف أخبره أن كعبا قال لأبي هريرة ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم النبي قال أبو هريرة بلى عن إسحاق فقال كعب أري إبراهيم ذبح إسحاق قال الشيطان والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحدا منهم أبدا فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة إمرأة إبراهيم فقال لها أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق قالت غدا لبعض حاجته قال الشيطان لا والله ما لذلك غدا به قالت سارة فلما غدا به قال غدا به ليذبحه قالت سارة ليس من ذلك شيء لم يكن ليذبح ابنه قالت سارة فلم يذبحه قال زعم أن ربه أمره بذلك قالت سارة فهذا حسن أن يطيع ربه إذا كان أمره بذلك فتركها الشيطان وتوجه صوب إسحاق كما في الرواية وحاوره فلاق نفسه جواب فتركه وتوجه إلى إبراهيم قال أين أصبحت غاديا بابنك قال غدوت به لبعض حاجتي قال أما والله ما غدوت به إلا لتذبحه قال لما أذبحه قال زعمت أن ربك أمرك بذلك قال فوالله لئن كان أمرني ربي لأفعلان قال فلما أخذ إبراهيم أسحاق ليذبحه وسلم يعني سلم الله أسحاق أعفاه الله وفداه بذبح عظيم وقد روى أبو هريرا روايتين على الأقل أن الذبيحة هو إسحاق مع ما في الرواية المذكورة وشبهها من حط لمكانة إبراهيم عليه السلام في تلك المحاورة مع الشيطان وكما ذكر الطبري على سبيل المثال روايات تقول إن الذبيحة هو إسماعيل أورد كذلك كما من الروايات أن الذبيحة هو إسحاق مما أوجب بلبلة في ذلك حتى قال ابن كثير بعده في ذلك إنما أخذوه والله أعلم عن كعب الأحبار أو من صحف أهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوب حتى نترك من أجله ظاهر الكتاب وقد كذب عبد الله بن عباس اليهود في هذا الأمر واتهمهم بأنهم هم من وضع ذلك فقال المفدى إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود ولقد تأثرت الأمة بهذه المرويات من رأسها إلى أسفل طبقاتها فقد استدعى عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القراضي ليستفهم منه عن الذبيح من هو مما يدل على أن الخليفة نفسه كان في شك من كثرة ما تمركزت الأحاديث المتسوسة في النفوس فأخبره أنه إسماعيل واستدل على ذلك بأن الله تعالى بعد ذكره لقضية الذبح والفداء قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فالبشارة بولادة إسحاق كانت بعد ذلك ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق كما هو الإجماع لكن عمر بن عبد العزيز لم تهدأ نفسه حتى أرسل إلى رجل كان عنده في الشام يهودي أسلم فحسن إسلامه وهو كان من علمائهم فسأله عن ذلك فقال اليهود يعني إسماعيل والله يا أمير المؤمن إن اليهود لتعلموا بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله به والفضل الذي ذكره الله منه لصبره على أمر ربه فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم ولا ينقطع العجب من عمر بن عبد العزيز في تحريه لهذه المسألة من يهودي أسلم وحسن إسلامه وعنده الثقل الأكبر أهل بيت النبوة الذين هم عدل القرآن والناطقون باسم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله أما عن روايات خطايا وذنوب الأنبياء عليه السلام فهي كثيرة جدا بعضها نجده متطابقا مع ما في التوراة التي بين أيدينا حتى بالحرف الواحد كما يعجب المرء كيف تمكن هؤلاء الدساسون من إحكام السيطرة على المنحة التحديثي الرسمي لحيث سيقت الأمور لمصلحتهم بهذا الشكل المكثف والذي استغرق زمنا طويلا يعتد به فشاب عليه الكبير ونمى عليه الصغير ولئن واجه مرء هذا الأمر فإن الاتهام سيطاله مباشرة بأنه يوهن ما هو في الصحيحين أو المسانيد أو غيرها علما أن التنقية الدائمة هي المطلوبة من خلال العرض على كتاب الله والعرض على أهل البيت عليه السلام فيما هو الوارد الصحيح عنهم لأن ذلك هو وصية النبي صلى الله عليه وآله الثابت لدى جميع المسلمين إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي طابفوا كمان وهك سمحت الشيخ وجد الترحيب بكم وبالسهد المشاهدين شكرا شكرا لله يعني بعد هذا البحث سمحت الشيخ الهدف من هذا الدس الذي تسرب إلى الأحاديث النبوية تعال لن نتصور المجتمع في جزيرة العرب امسك الجزيرة من أولها إلى آخرها في سيف البحر مما يلي جدة إلى باب المندب هذا ساحل بحري يمتد من الأردن نزولا إلى شواطئ الحجاز وصولا إلى أطراف اليمان ثم يلتف إلى بحر عمام بحر العرب ثم إلى شيء من المحيط الأطلسي الهندي عفوا ثم إلى مضيق هرموز في الخليج العربي وصولا إلى البصرة لا في دولة قوية في اليمن كانت لكن في زمن رسول الله كانت قد أصبحت ضعيفة تحت وصاية الجاليات الفارسية التي يقودها فيروز والتي تخضع كحكم ذاتي إلى كسرة أنو شروا أو عفوا استغفر الله إلى كسرة الذي كان آنتا باقي قبائل قبائل ممكن أن تتنقل في مناطق حجاز ناجد تهامة البحرين البحرين يعني المنطقة الشرقية كلها والجزائر الجزائر اللي هي أطراف الكويت جزيرة بوبيان وفيلك البحرين الدولي الآن قطر الدولي الآن إلى عمان هاي مناطق كان فيها قبائل معظمهم عبدت أوثى تستثني شيء من النصارى وشيء من اليهود هلا النصارى يبدو لي أنهم عرب من الجنوب يمني سكنوا ناجران وجوارها بس عرب تأثروا بالنصرانية فدخلوا فيها وبالفعل الذي كان قبل رسول الله واتبع النصرانية الحنيفية مبرأ الذنب أنه اتبع آخر نبي رسول وإمام اللي هو عيسى عليه السلام اليهودي وجد فجأة كان هنا من المفترض أنه إما بالعراق بباب البقايا اليهود وإما على شواطئ البحر المتوسط بهاي المناطق اللي الآن تسمى سوريا لبنان فلسطين بعض من أطراف الأردن نعم وفي العراق في بابل مفروض مفروض في بقايا ماشي وإن كان التاريخ في تلك الفترة لم يذكر بدق نعم بدي أفرد أنه بقايا اليهود هنا بقايا اليهود شو بيترك بابل والفراء وسواد العراق ومياه ليلا نهارا صيفا شتاءا نهران كبيران مع مال الماء من أهمية حضارة وهذا بالمتوسط هون ماء وفاي وزروع ومقام كريم وبحر مفتوح على التجارة على ما يشاء جميع أنواع المزروعات طقس جيد معتدل شو أخدوا من هاي المناطق من بابل والمتوسط ليروح يسكن في أرض مشوية شوات هالشانس وين بجوار المدينة المنورة في قضاء المدينة بالتحديد وكان ثمة يهود في اليمن من العرب الأصليين تهودوا هؤلاء جلب إجوه الباحث المدقق يرى أنهم علموا أن نبي آخر الزمان يخرج بين عير وثاور وبيعرفوا المنطقة راحوا على أمل أن يتوالدوا هناك ويكون منهم قبائل ويطلع النبي منهم وكانوا يتحدون المشركين أن النبي آت آت لا محاك فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وجدوا أنه إسماعيلي وليس منهم قلب له ظهر المجان هم فقط يتحملوا المسؤولي لا ما ثمة أناس مشركون يعني يعني وين كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما شن أبره الحبشي هجوما صاعقا على مكة على الفيلة ليهدم البيت بيت الله مع أنه آنذا كان بيت الله بيتا للأصنام مدخل رسول الله في سنة الفتح فكسر الأصنام في جوف الكعبة وعلى ظهرها وحولها بكل حول بينهم في تنافس تقوس صنمي وثني نعم وكان الحج قد بقي من زمن إبراهيم عليه السلام لكنه تصمم بدل أن يكون حجا توحيديا أصبح حجا شركيا لكن التقوس بقيت يعني خروج الناس إلى عرفات إلى المشعر الحرام كانوا يطلعوا والثقاي أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ثمت امتيازات دينية يعني جماعة مونات عندهم امتيازات جماعة هبال عندهم امتيازات جماعة الصنم الفلاني لثقيف وهوازن وأصنام متعددة ثمت امتيازات وهناك كهنة معبات أو من هم بحكمهم ويبدو أن تقاطعا متينا كان يتم بين المتدينين بالصنمية والوثنية وبين التجار وبين الطبقة الجيوسياسي ما فيني سمي ما في شي طبقة سياسية بالمعنى السياسي للكلمة نعم في طبقة اجتماسية إذا فيني اشتاق يعني اجتماعية سياسية وإلا ما فيك تجي تقول كانت هناك محاولة محاولة لعبد الله ابن أبي ابن أبي سلول انه يعمل ملك بس أي ملك هو هذا وكانوا قد صنعوا له الخرزة للتاج خرز خلق أدرس ميلو مش انه والله طبع اليماني الحمياري مثلا عنده أرض بفيك تسميه ملك على مكان ما مش والله ملك على المدينة المنورة عدد سكانها 2500 بني آدم هذا يعني أحلى كلمة تطلق عليه مقدم الحاي مختار عنا مخاطير الآن أكثر من هذا بكثير تعداد المنفوس التيب على أنه ألفين ألفين ثلاث تلف بني آدم يخي خمس تلف بده يعمل ملك يعني ما فيه سياسي بس كان فيه تقاطع مصالح فجأة فجأة يخرج رجل يقول تعسن وترحن لأصنامكم لا إله إلا الله إني أنا رسول صلى الله عليه وسلم هنا خرج حين خرج صلى الله عليه وآله وقد قلب المقاييس رأسا على عقب ولا يوجد في مساحة الكرة الأرضية كلها آنذاك من يقول بقوله ما كان فيه دين رسمي لدولة تقول بالتوحيد صحيح إما كسروي مجوسي هاي الدول الكبرى العظمى لإله حق يقوله نحن ملوك يا عمي فيه تحت إيده كل واحد خمسة ملايين كيلو متر مربع مئات الآلاف من البشر ولا الرومي الذي يقول هو ثالث ثلاثة كما قال القرآن هيدا الدول العظمى التانية والدول العظمى الإقليمية سواء المقوقسة في مصر أو النجاشي علما النجاشي له اعتبارات خاصة رجل قادته مرؤته وقاده فهمه إلى الإذعان للحق ولذا أنا قلت حتى لا أبخس الناس أشياء قلت فيه الذين كفروا من أهل الكتاب في الصنف لا في الصنف لا ليسوا من الذين كفروا لذلك الله شؤال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يعني في الصنف من أهل الكتاب ليسوا كفر ليس كفر لا هودي جميعا تقاطعت مصالحهم مع القوى المحلية على أن لا يكون لهذا الرجل مدى كيف بالأول بالقمع الجسدي ما أدروا بدأ بقي أمره يعلو ويعلو ويعلو حتى إجى عام الوفود ودخلت الناس في دين الله أفواجا أفواجا شو بيعملوه بعد القرار أنه هذا ما بينفع ضرب شبكة من المصالح الكهنوتي الديني الاجتماعي السياسي شو هيني أن يزوج ابنة عمته القرشي من زيد بن حارثة زيد بن حارثة كان أسمر حاذق السمرة يعني أسود وكانوا يقال له زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى دعوهم لآبائه فقيل زيد بن حارثة وأنه هو ربيب النبي ربيبه يعني مولى يعني بعرف قريش طبق دنيا يجيب بنت عمته قرشي يزوج هذا لم يبقي لهم شاخصا من شواخص التصنيم والتوفي إلا ونسفه عاداتهم تقاليدهم استهتارهم تفلتهم الأخلاقي كلهم ضباط ما بيقبلوا طيب هذا الدين ألقى بجيرانه شو منعمين أصبح له جذور وداخل تراب خصب مش على صخر شو منساوي نشتغل على منحين نخرم في الجذور وتغييرهم في الثمار والثمار تبع الدين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ممنوعا تعتدي على الشجرة المبارك هي بتزدتلك من ثمري هم بدهم يغيروا الثمر ويجنوه ساعة يشار تركبت تركيبة نفاق على هؤلاء اللي ذكرتلك يوم كلهم على من في قلبه مرض على انتهازي على واحد يقولك طيب أنا اللي بيصر له لبن ضرف بيغرف غرف مو هايك المثل عنه طيب أنا هيدا إسلام وليش ما بعمل والي بها الوليه الإسلمي وبفلتع كيفي مش هايك صار صحيح أو لم يتهوع الوالي في صلاة الصبح بشربه الخامر في مسجد الكوفة حتى ملأ المحرابة بالتهوعه وصلى بالناس 8 ركعات الصبح قال أزيدكم قالوا له لا خلاص كيفي سكران يا أم المسلمين للصلاة هذا اللي صلطوا على رقاب الناس والي الكوفي من قبل الخليفة التاليد وغيره أمثل كثيرا جدا فحسنا يقول أمير المؤمنين فحسنا من الدين ما كان سمجا في أعيونهم اي جاب لهم مصالح لا إذا هذا الذي يأتي بالمصالح لم يكن مستندا إلى منظومة ثقافية تتطابق مع المصلحة ما بيمشي الحال هنا دخل الدهس اليهودي أدل بدلوه والذين كفروا من أهل الكتاب أدلوا بدلوه والذين شدخت أنافهم حتى دخلوا في الدين أدلوا بدلوهم والموتورون أدلوا بدلوهم والانتهازيون أدلوا بدلوهم والوصوليون أدلوا بدلوهم من به من بقي إلا من رحم الله صلى بنا علي بعد أن بويع صلاة كنا قد نسيناها هي من عهد رسول الله الوضوء الصلاة على الميت أربع ولا خمس تكبيرها كن ميت صلى على النبي ما حفظته يا مسلمين كن تكبيرها ميش إذن هنا أخذت المسألة بعد كيف ننخر الجذور وكيف نغير الثمر ونجنيه ساعة نشر صار الدين عبارة عن خزانة تفتح ويأخذ منها ما يشاءون بما يشاءون ساعة يشاءون كيف بتقدر تمتن هالمسألة عبر منظومي ثقافيه مهله ليه مهله ليه يا أخي الآن في زماننا مش شهدنا الثورة البلشفية وقيام الشيوعية والاشتراكية الشيوعي ومشيت الأمور وصلت إرهاصاتها إلى كوبا وأنجولا والصين موتسي تونغ وما ما زالت بقاياها إلى الآن وإن كان طوروا أنفسهم لأنه بدون يكلوا بعدين شو صار هذه التي لا تستند إلى ثقافة متينة لم ينفعها وجود 23 ألف رأس نووي فيما سمي بالاتحاد السوريات السابق رغم التنظيرات رغم اللينينية رغم الفكر الماركسي رغم الفكر الستاليني رغم رغم كلهم كتبوا حتى المثقفون العرب تأثروا في ذلك وكان أدلوا بدلوهم لكن ثم تنقص في مكان ما أدى إلى انهيار كامل في المنظومة برمتها وعين الصبح لقينا حائط برلين يسقط وغورباجوف يوقع ويالتسن مدري شو عام يعملوا ما حد في شيء فجأة 21 مليون كيلو متر مربع تتقلص وبعدين ما فيك تحسبهم سيبيريا شو أرفاضي فهذا اللي صار إذا ما استندت استند الدين إلى منظومة قيمية وثقافية متيني طبعا لمن الله إله إجر له رجل من سيؤمن بهذا الإله المحدود لأن إذا بتطرح على مثقف أجنبي بيفهم أن الله يضع رجله اليسرى في النار ليملأه يعني إله حيز طبعا وأن له يدان والكرسي عبارة عن صندل بيلبسوا الله بضع ياكوب سيقول لك عجيبي أمرك أي إله تعبد وربما إحدى المجرات مش ربما أكيد إحدى المجرات أكبر منه بتقول له ليس كمثله شيء إخي ما بيصير حددته أصبح شيء صحيح الشيء تقول له ليس كمثله شيء ما بتصبح لا يؤين بأين لا يكيف بكيف لا يؤثر بزمان لا يحوزه مكان فهو خلقهم فوق الوهم والشك والاطمئنان والظن واليقين فوق كل شيء ثم تعلم إجمالي بوجوده وهل أد مطلوب منك هل أد مطلوب منك إلا أن تزعم أنك تناطح لتصبح شريكا له لتعرف ما يعرف وهذا هو المستحيل مستحيل هذا بالفلسفة كلنا ندرس من المستحيلات ما هي ممكنات ومستحيلات وواجبات المستحيل شريك الباري أول مثل شريك إجوا حددوا الله الذبيح هو إسماعيل صار إصحاق الجابر ثم مجبوري إذا نويك ساعة ونص إن كانت نيتنا قربة إلى الله تعالى أو لم تكن نيتنا قربة وأنا جاي غصف عنه وإنت مجبور تقعد وتهز براسك ما بيمشي الحال صحيح الثواب العقاب على شو ينبني إذا كان ما كتب بالقلم قد كتب وما قدر قد كدر نعم هذا شو إنعكاساته إنعكاساته إنه ما فأفك تقول للحاكم حاج تجلد ظهري بالصياب أقول لك ما أنا مجبور وأنت مجبور أن تصبر فاصبر حتى تلقى رسول الله قالوا نيها محاول للأنصار قال وما أخبر قال لكم قالوا لنا قال لنا أن نصبر نصبر أن لا نخوض في الفتن قال فاصبروا وإن بيعة ليزيد كانت قدرا من عند الله بقضاء الله هك ألا لعائش سكتت هذه الأمور أوصلت إلى هذه النتائج وبالتالي عندما نتحدث عن الأثر الإسرائيلي في تراثنا نحن مش عم نجي نقول والله أنه تراثنا كله إسرائيلي عم نقول في أثر إسرائيلي اجتنبوه وارجعوا إلى ما أمركم الله به من كتابه وما أشكل عليكم من أمر كتابه ثم تثقل آخر هو أهل البيت عودوا إليهم ولم يتركا شيئا إلا وأوضحا لنا كيف تسربت الإسرائيليات إلى تراثنا الآن التراث قسمه قسمه روائي مطلق وقسمه لا يرتب عليه الأثار يعني إذا بتاخد بعض الموسوعات العلمية عندنا نعم مثل البحار ذاكر فيها كل الأراء وهو يقول أنا كتابي تجميعي كتابي تجميعي وأنا أروي فيه ما وقع تحت يدي من الرواية غثها وسمينها وسمينها لمن بيجي مفسر لمن بيجي بيعمل أحد علمائنا تفسير للقرآن الكريم يقول قال كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا وقال ينقل الأراء تجميع ولذا في كثير منها يقول قيل قيل هلأ اللي عم يكتب تفسير معصوم ليس معصوما وليش ينبغي أن يكون ثمة علماء في كل عصر وزمان ليمحصوا سهى قلمه كبافرسه هذا شيء أمر طبيعي أنه ما في معصوم في زماننا الآن إلا المولى صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم من منا يدعي أسمة من منا لا يشط حرف في لسانه أو في قلمه أو ما شكل ذلك لكن أن يقال إنه تراثنا إسرائيلي فيه لا هذا أمر لا نرتضيه أبدا ثمت رواية هنا معروفة ثمت رواية هناك معروفة حتى صاحبها الكتبة بيقولك وقيل أو ذكروا لمن عم يذكر لك المصدر ما هو يعلم المصدر لكن شوف الفقهاء في مقام الإسطنباط أبدا لن تجد رواية إسرائيلية معروفة يبنى عليها حكم شرعي مستحيل هذا أمر مستحيل إلا أن تقول لي والله في شاذ نادر بالمحل الفليني لن نتحدث عن مدارس الشذوذ والندرة أما الكتاب الثقافي طيب ما اليوم أعمل بحث الإسرائيليات وتسربها إلى ما ذكرت أنا هلأ رواية عن الطبري قد يأتي واحد يقول لي هاي شيخنا ما نحنا مضعفينها لك يا أخي إيه مضعفينها بس موجودة بالكتاب بكتاب الطبري وحتى لو ضعفتها هي موجودة ويتبناها البعض أما والله بكتاب تفسير لشيخ طوصي هو تبنى هذا الأمر أو نقله بنا ندق بهذا الموضوع في مجمع البيان للطبرصي هو تبناه أو نقله ثم هب أنه تبنى شيئا من هذا أولا ليس معصوما وتفضل حق وبزه في التحقيق خير إن شاء الله ما حدا بيقول له لكن التحقيق ينبغي أن يكون إنصافيا بكل إنصاف وبكل تجرد ولا يجوز أن يكسر مؤمن فمن كسر مؤمنا كسره الله بدك تتحرال المحامل الحسنة بدك تشوف تقول أنا هذا لا أعتقد بهذا الرأي الذي ذكره في تفسيري حقك من كم شاء الله لكن بالمجمل المتسرب لدينا قليل بل نادر وقد أشبعه علماؤنا بحثا أشبعوه بحثا بحثا ترجمة نانسي قنقر